من شوية قلت ان الكابتر محمود الخطيب لما كنت اتكلم عن كابتر محمود الخطيب هي مكانه ان شاء الله الكابتر حسام غالي عضو مجلس الدارة النادي الاهلي في حضور قرعة كأس العالم الاندية ان شاء الله اعلن الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا اليوم لاثنين تفاصيل مراسم قرعة كأس العالم الاندية التي تجري غدا الثلاثاء في مدينة جدة السعودية وقال الفيفا بالرسمي مراسم القرعة ستجري في تمام السنية زهرا بتوقيت السعودية وستتم نقلها على جميع انها العالم عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي ووضح فيفا ان السناء ايايا توري نجم منتخب كوندو فور ومسيشرة سيتي الاسبق ومنافب منشقير نجم منتخب السعودي ونادي الاتحاد الاسبق ستوجدان كضيوف شرف القرعة بجانب حضور حسام غالي عضو مجلس ادارة الاهلي ممثلا على النادي الاهلي ويشارك في البطولة الاتحاد جدة السعودي بطل الدوري السعودي ورارة ريد ديناموز الياباني بطل اسيا والاهلي المصري بطل افريقيا وليوني المكسيك بطل كونكاكاف واوكلاند سيتي انجلندي بطل اوكلاني نيوس ومنشقر سيتي الانجليزي بطل اوروبا بجانب بطل امريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد وستجرى البطولة في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر المقبل ويفتح الاتحاد السعودي المنافسات امام اوكلاند سيتي في الدور الاول واستضم الفائس مواجهة الاتحاد واوكلاند ضد احد الاندية الاهلي وقروا وليون في الدور التاني بنامي يتواجه الفريقين الاخران في ربع النهاي ويبدأ من سيتي بطل امريكا الجنوبية البطولة في منافسات نصف النهاية على ان يجرى النهاي يوم 22 ديسمبر المقبل بالتالي كده النادي الاهلي يبقى عنده مشكلة كبيرة جدا في بدايته مع الدور مصر كنتم تتكلم مع احمد خالد وليوني النهاردة في الاعداد ونتكلم على النادي الاهلي وبداية الموسم كده النادي الاهلي يبقى عنده يعني فترة في البداية كبداية موسم هتبقى فترة صعبة شوي لان كل المشاركات منها طبعا كاس السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة جزائرية يوم 15 ثم بعد كده الاستعداد لكاس العالم الاندية هتبقى حاجات كدير جدا منها معسكر منها سفر بدري منها مؤجلات فيه كمان السوبر ليك فيه بطولة دورة ابطال افريقيا فيه ممكن ممكن بعض المباراة في بداية الدورة العام المصري ان شاء الله هتحدد في الفترة اللي جاي ان شاء الله على تقريب من يوم 10-11 قرعة الدورة العام المصري وهنشوف ارتبطات النادي الاهلي في البداية ايه اشتركوا في القناة